اليوم الأول من الهدنة إذن مر بسلام المشهد احتفالي كما نتابع في الضفة رغم التحذيرات الإسرائيلية وكأنها نهاية الحرب ولكن الواقعية تفرض كي نسأل هي هدنة من أربعة أيام ممكن أن تمدد أكثر ولكن هل يمكن أن ينهار وقف إطلاق النار؟ ما احتمالية ذلك خاصة أن إسرائيل أعلنت أن الشمال شمال القطاع يبقى منطقة عمليات عسكرية حتى في أيام الهدنة الأربعة ممكن وهذا حصل بكل عمليات الهدن المؤقتة الهدن الإنسانية لكن في هذه الحالة لا أتوقع انهيار الهدن لأسباب استراتيجية على المستوى الدولي لأنه في الإدارة الأمريكية ضامن وضابط إيقاع الدول العربية التي تقود العالم كله يريد وقف إطلاق النار في غازل كل الطرفين إسرائيل والمقاومة تحت الضغط تحت الضغط الداخلي صحيح لمكونات المجتمع المقاومة حماس تحت الضغط أنه على قلها نحرر رسالة كانوا ينادوا بالبداية الجميع مقابل الجميع واليوم الناطق باسم الجهد السلام قال الجميع مقابل الجميع أعتقد كل الطرفين بحاجة للتقاط الأنفاس عملياتيا إنسانيا وخاصة أنه في غزة الثمن كبير جدا الثمن كبير جدا وأتوقع حماس صدنا في 15 ألف من الضحايا المدنيين في غزة من أجل المدنيين ومن أجل إنسانية الإنسان في قطاع غزة حماس ستقبل تمديد الهدنة وإسرائيل من أجل أيضا خسائرها الكبيرة ستقبل وقد تكون هناك مراجعة ودروس مستفادة لكل الطرفين في العمليات العسكرية البعدها السياسي البعدها العسكري البعدها الاجتماعي البعدها البعدها البعد كل الأبعاد هاي بحاجة لوقفة مراجعة ترجمة نانسي قنقر